أطلق نشطاء حملة إلكترونية مساء اليوم السبت دعماً لمحافظ شبوى محمد صالح بن عديو بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لتوليه قيادة المحافظة وبحسب بلاغ صادر عن اللجنة المنظمة للحملة فأن التظاهر الإلكترونية تأتي دعماً للمحافظ بن عديو بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على توليه هذا المنصب كما تهدف الحملة إلى إبراز ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الثلاث سنوات الماضية على صعيد التنمية والوضع الأمني المستقر في شبوى والذي جعل منها ملاذاً آمناً للمهجرين والنازحين الفارين من بطش ميليشيا الحوث الإرهابية وياتي انطلاق هذه الحملة الإلكترونية مع حملة تشويه تتبناها ميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتياً ضد المحافظ بن عديو بسبب مناهضته سياسة الإمارات في المحافظة هذه الحملة التي يقوم بها ناشطون ومثقفين وإعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا التبادل الوفاء بالوفاء لشخص المحافظ محمد صالح بن عديو وشكر له على ما أنجز خلال هذه الفترات اليوم محافظة شبوه خلال هذه الثلاث السنوات على ما مرت فيها من الأزمات ومن الصعوبات إلا أن تجاوزنا كثير من هذه الأزمات بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وحنكة الأستاذ محمد صالح بن عديو الذي سخر كل جهد وكل إمكانيات للارتقاء بهذه المحافظة وجعلها في المصاف الأولى على مستوى الجمهورية تأتي هذه الحملة والتظاهرة الإلكترونية الكبيرة التي شارك فيها كل الناشطين والأخوة الشباب هنا في محافظة شبوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الثالثة لتعيين الأستاذ محمد صالح بن عديو محافظة لمحافظة شبوه وما كل هذا التفاعل وهذه التظاهرة إلا محبة في هذا الرجل ليس لشخصه وإنما لأنه صنع الكثير من الإنجازات لهذه المحافظة المحرومة وجعلها تتصدر المحافظات الجمهورية من بين كل المحافظات